ميدانيا نضال هناك حالة من اليقظة الأمنية بل والخشية الأمنية كان هناك تقييم للجيش الإسرائيلي وبعد هذا التقييم أخذ قرارا بإغلاق مفارق وطرقات وبوابات بلدات تحديدا القريبة من الحدود الشمالية مع لبنان هناك تخوف إسرائيلي على ما يبدو لرد حزب الله على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الجنوب اللبناني والعدد من الشهداء الذين استشهدوا تحديدا الغارة التي كانت على النبطية واستشهاد سبعة من عائلة واحدة يتوقع الإسرائيليون بأن يكون هناك رد من قبل حزب الله على الأقل على هذه الاستهدفات وهذا العدوان لذلك أخذوا قرارا هنا بإغلاق عدد من الطرقات أيضا على إثر الغارات المتواصلة يعني العدوان الإسرائيلي أيضا متواصل بالغارات وسلسلة الغارات التي تشن على مواقع في الجنوب اللبناني نسمع حتى من هنا أصوات تحليق الطيران الحربي وأيضا أحيانا تسمع أصوات ودوي انفجارات جراء سقوط صواريخ على مواقع قريبة من الحدود في الجنوب اللبناني لا رواية إسرائيلية حول ما يجري هذا اليوم ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا في ساعات المساء ليتحدث عن الاستهداف الذي كان في ساعات الليل تحديدا في النبطية جنوب لبنان لكن كان أصدر بيانين الأول أعلن فيه عن بدء شن موجة من الهجمات في أعقاب استهداف صفد ومقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين أحدهم بجراح خطيرة وفي ساعات المساء الأولى كان أصدر بيانا قال فيه أن طائراته الحربية أكملت موجة واسعة من الغرات وقال بأن الأهداف هي بناء تحتية ومباني عسكرية وأهداف مرتبطة بقوة الردوان في حين أن الشهداء رأيناهم إلى جانب عناصر نعاهم حزب الله كان هناك شهداء أم وطفليها وكان هناك أيضا شهداء من عائلة واحدة في غارة على أحد المنازل في النبطية بالتالي البيانات الرسمية تتحدث عن شيء الواقع تتحدث عن شيء آخر هناك قلق نلمسه في تحليلات وتقارير المحللين الإسرائيليين في مختلف الصحف الإسرائيلية هذا اليوم هناك إجماع بأن يوم أمس كان يوما دراماتيكيا يوم يعتبر من أحد أكثر الأيام تصعيدا على هذه الجبهة مع العلم بأن رغم التهديدات الإسرائيلية المتواصلة بالاستعداد لشن حرب على هذه الجبهة وأن الجيش فيه على أهبة الاستعداد وأن إسرائيل سوف تحول مصير بيروت كمصير غزة إن استمرت العمليات الخاصة بحزب الله على رغم من كل هذه التصريحات الإسرائيلية المتراكمة التي نسمعها هناك من يشكك رئيس سابق لشعبة الاستخبارات الإسرائيلية كانت نقلت عنه صحيفة معاريف بأنه يعتبر بأن الأولوية الآن للحرب الإسرائيلية على غزة أصلا هناك طريقا طويلا أمام الجيش في غزة وبالتالي هو يرى بأن إسرائيل لا تحتاج إلى حرب ثانية بل ويرى بأنه يشك بقدرتها على فتح وشن حرب حقيقية وقوية في سحتين بالتوقيت نفسه لكن أيضا نلمس بأن هناك تحذيرات من أن العمليات هنا باتت هناك من وصفها بأنها رقصة تانجو دموية على هذه الجبهة هذا كان تشبيه لمحل العسكري لصحيفة يدعوت أحرنوت على إتحال حالة من اليقظة الكبيرة إسرائيليا وصفت العملية يوم أمس بأنها نوعية مع العلم بأن حزب الله لم يتبنها لكن إسرائيل حملت حزب الله المسئولية واعتبرت بأن هو من يقف وراء هذه العملية واستغربت كيف لأن للمرة الأولى لم يتبنى عملية في بيان رسمي قد يكون نوع جديد من التكتيكات أو جهة أخرى لكن هم يحملون حزب الله المسئولية الحديث عن أيضا انتقادات حادة لمنظومة الدفاع الجوي هناك سؤال كبير يطرح لماذا لم تعترض القبة الحديدية الصاروخ الذي أطلق على صفد وعلى مقر القيادة الصواريخ هنا ليست دقيقة بحسب المزاعم الإسرائيلية صواريخ التي أطلقت صواريخ من نوع جراد بقطر 122 ملي مترا هذه الرواية الإسرائيلية وأن 11 صاروخا أطلق صاروخ سقط في مقر القاعدة قاعدة القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد وأن الجندية قتلت خلال عملية هروبها نحو مقر الملجأ أو الغرفة المحصنة وبالتالي هم فتحوا تحقيقا للبحث إن كان وقت التحذير هو كافي وأيضا لعمل منظومة القبة الحديدية وأيضا للإستراتيجية التي نوفذت بها العملية إرباك بأن يطلق دفعة كبيرة من الصواريخ تربك منظومة الدفاع الجوي وبالتالي تكون هناك نتيجة مأساوية مع العلم بأن كان الظن بأن الصواريخ الضقيقة هي التي استخدمت مثل بركان مثل فلق وغيرها من الصواريخ التي تعتقد إسرائيل بأن هناك المئات بحوزة حزب الله منها لكن الحديث هنا عن صواريخ جراد استخدمت في السابق والآن نرى بأن الإسرائيليين يعيشون تدعيات عملية الأمس يترقبون المزيد من الردود على العدوان الإسرائيلي المتواصل مع العلم أن إسرائيل تتعامل وكأنها ضحية نضال لكن قبل العملية التي استهدفت القاعدة والقيادة في صفد كان هناك ثلاث محاولات اغتيال خلال الأسبوع الماضي الخميس في النبطية السبت في جدرة البعيدة 60 كم عن الحدود ويوم الاثنين أيضا في جنوب لبنان في قضاء بنت جبيل كان المستهدف قائد ميداني وقائد مسؤول عن منطقة مرون الراس في حزب الله وبتالي إسرائيل تواصل عمليات الاغتيال وتواصل استهداف مواقع في لبنان وتتعامل وكأنها ضحية وتستوجب الرد على هذا الاعتداء